اشتركوا في القناة 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 وعبرت زادة على استغرابها مما ورد في مداخلة وزير الداخلية بخصوص التهم الموجهة الى البحيري والتي تبقى من اختصاص القضاء وحده جديد زادة مقال مطول نلقوه في الشارع المغاربي تقول فيه ان وزير الداخلية لمح الى انه من تحصل على جنسيات دون احترام الاجراءات هما يوسف ندا وعلي غالب وترجع اطوار القضية الى عهد بورقيبة وصولا الى القرارات اللي تخذها بن علي فيه علاقة بهذا الملف يقول قيل ناجي شكونهم هالشخصين هذوما وشنوما علاقتهم باللي حكيه وزير الداخلية وبملف قضية الحال هالي لحد الان ما في المجلس معطيات ثابتة على حقيقة انا طلعت على المقال المشهور في صحيفة الشارع المغاربي والاشكال انا وزير الداخلية ما اعتناش بالضبط المعلومات الدقيقة في هذا الموضوع حتى نكون على بين من طبيعة التهم هذه وخلفيتها وتاريخها ايضا لان المسألة هنا تتعلق بإسناد جوازات سفر في عهد للزعيم الراحل لحبيب بورقيبة في الأوائل الثمانينات على ما اظن سنة 83 ويورد المقال معتأخر يقول انه تم سحب الجوازات هذه جوازات السفر الجواز السفر الاول يعني اسنده الى يوسف مصطفى ندا هذا رجل اعمال مصري متحصلة على الجنسية التونسية حسب ما اوردته صحيفة اخر خبر في 12 مارس بتاريخ 12 مارس 2013 بمقتدى قرار قضائي عدد 80.255 طبعا يعني قرارات منح الجنسية تنشر في الرائد الرسمي تمنح من قبل وزارة العدل وثم تضفى عليها السبغة القانونية وشرعية من قبل رئاس الجمهوري وكما منح الشخص الثاني وهو علي غالب بهمة على منحة الجنسية التونسية في بتاريخ 11 جام في 2013 طبعا وفق ما نقلته صحيفة اخر خبر تحت يعني عدد القرار القضائي هذا اللي اسند بمقتضاه الجنسية التونسية تحت عدد 68.879 الشخص الاول المعني هنا طبعا ملاك نحكيه على معطيات اولية يعني هذا ما يعني توصلنا له من خلال بحث اولي لانه ما فهم حد شي واضح الى حد الان وكما قلت وزارة الداخلية وزير الداخلية البارح يعني يعني تقريبا اعطى شذرات يعني مجرد معطيات اولية في انتظار ان تفتح النيابة العمومية الملف بشكل جدي يفتح تحقيق ويباشر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الارهاب اعماله التحقيقية باستدعاء المعنى بالامر وهو نورديل البحيري طبعا نورديل البحيري كان انا ذاك في عام 2013 وزيرا للعدل وكما قلت يعني الجنسية تمنح بمقتضى ملف يتم اعداده في وزارة العدل في مصالح الشؤون المدنية يوسف نداء دابري المعطيات طبعا شخصية معروفة من موليد 1931 رجل اعمال مصري انتماء الى تنظيم الاخوان ومتهم قضى سنتين في السجون المصرية على خلفية تهمة يعني اتهامه بمحاولة اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بالاسكندرية في اكتوبر 54 قضى كما قلت سنتين في السجون المصرية الشخصية الثانية هو علي غالب همت هذا الشخص طبعا حاصر على الجنسية التونسية من أصل السوري هو زوز شخصيات هذا من تقريبا من كبار الممولين ومن أهم الممولين للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين مطالبين طبعا من قبل القضاء المصري وصدر في شأنهم أحكام قضائية ثم معلومة تقول أنه تم سحب جوازات السفر هذه في تقريبا يعني في أواخر التسعينات أو في بداية الألفية ما فمش من قبل بن علي من قبل الرئيس الراحل بن علي هذا كل في انتظار حديث حتى على علاقة مصاهرة بين يوسف مصطفال معطى ورد في الصحيفة نجل حركة تنهضر الغنوش هذا معطى تذكار في الصحيفة كما قلت أنت معطيات أولية مجرد أبحاث أولية إلى أن تتضح ربما الصورة أكثر مع تقدم الأبحث يعني الإشكال هنا ملاك طبعا إحنا سمعنا الاتهام الذي يوجه وزير الداخلية إلى النيابة العمومية وإلى زميلته وزيرة العدل اتهام بالتراخي في فتح تحقيق جدي في الموضوع هذا يعني جواب النيابة العمومية طبعا يعني اليوم النيابة أعطت تواريخ وتقول أنها يعني توصلت ب الفتح التحقيق بتاريخ 7 أكتوبر 2021 لكن يعني الحقيقة نتسألو هنا من التاريخ هذا من تاريخ 7 أكتوبر ما تمش استدعاء المعني بالأمر أو المعنيين بالأمر اليوم نوردين البحيري وفتحي البلدي نوردين البحيري باعتباره طبعا بصفته كوزير عدل السابق منصوبته التهمة هذه التهمة التقديم الجنسية التونسية لشخص بطريقة غير قانونية يعني عليش ما تفتحش تحقيق عليش ما بدرتش النيابة العمومية ممثلة على الأقل في الناتق الرسمي أو في المكتب الإعلامي بالمحكمة الانتدائية بتونس يعني لإعلام وإنارة الرأي العام حول هذا الموضوع نذكر فقط بشنونه هذه القضية قضية شائكة قضية معقدة ما فيهاش كل أطراف هذه نردي البحيرة وفتح البندي وأخطبط من العلاقات على ما يبدو الداخلية والخارجية قضية معقدة فيها برشة أطراف متداخلة في القضية وننتظر وزارة العدر على الأقل لتقديم توضيحات كما نذكر لوت في زادة أنت من تقريبا من 2014 حكيت على الموضوع هذا حكينا على الموضوع هذا مرات ومرات وللأمانة نقوله أنه في الوقت هذيك منذ تقريبا 2013 جريدة الصباح الأسبوعي في خبر صغير خرجت خبر منح الجنسية لمصطفى نداء ولي معنا علي غالب محمود همت والشخصان هذوما هم تقريبا أبرز وأقوى الأذرع المالية متع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ومن هنا جي أهمية هلا الشخصين هذوما وبطبيعة الحال خرج الخبر تكلمنا عليه مرات ومرات ومرات مرور الكرام كما مرت عديد الملفات الكبرى التي بحى صوتنا في التجهيد والتمديد بها كما مر هذا الملف شوف أنا اللي كان يحكي فيه ناجي متفق فيه معاه فقط في كلمة أنه ملف في غاية التعقيد أنا أعتقد أنه هذا الملف وغيرهم في غاية الوضوح اليوم نحن حيال الصندوق الأسود لما حصل في تونس على امتداد عشر سنوات والذي ساهم تقريبا بنسبة 99% في حالة الخراب التي وصلنا إليها اليوم ومن هنا جاء هذا الهلع والرعب الكبير الذي أصاب ليس حركة النهضة فقط بل وخاصة الطابور الخامس الدائر في فلكها والمستفيد منها عدد كبير من الحقوقيين عدد كبير من الجمعيات عدد كبير من الأصوات التي فجأة تدفق عليها هس إنساني غير مسبوق هذه الأيام ولازمت الخرس في مناسبات سابقة عندما كانت الحقوق حقوق الإنسان تنتهك أمام مرأة الجميع وبالتالي أنا في اعتقادي لو أن القضاء تعاطب جدية مع مختلف هذه الملفات التي كانت مطروح أمامه بكل وضوح وبكل المؤيدات والمستندات لما وصلنا إلى هذا الحال اليوم التبجح شنو المطلوب إذن شنو المطلوب وإحنا أمام شبكة علاقات داخلية وخارجية مربوطة مرتبطة بالملف هذين نحكيو على تموين نحكيو على تنظيم كبير شنو المطلوب نفهم أحنا اللغزة أمام ملف حارق وهو ليس ملف وطني فقط بل له امتدادات إقليمية وحتى الدولية عندما نتحدث عن الجنسيات وعن التسفير وعن الجوازات المزيفة نحن نتحدث طبعا عن منح هذه الوثائق الرسمية للدولة التونسية لشخصيات مصنفة إرهابية ناهيك أن الإدارة الأمريكية صنفت مصطفى ندا كشخصية إرهابية وإلى الآن لا زال مصنفا كإرهابي وله يد في أحداث أحداث معناها 11 سبتمبر 2001 فاعتقادي أنه اليوم نحن أمام مفترق طرق في تونس أما أن نفتح هذا الملف ونذهب فيه إلى الآخر وليتحمل كل طرف مسؤولية بتاعه في إطار القانون حتى لا نحاول الجلدين إلى ضحايا ونعيد أحياء عقدة المظلومية التي تسلل بها إلى قلوب الشعب التونسي ولأن هذا الملف بهذه الخطورة في الداخل وخاصة في الخارج ونحن نعرف الاستفاف التحالف التي ذهبت فيه حركة النهضة مع تركيا ومع قطر اليوم فجأة وبقدرة قادر توجه دعوة رسمية للسيدة رئيس الحكومة لزيارة قطر من قبل رئيس مجلس وزراء القطر كانت البلاد تختنق ماليا في السنتين هذوما ومنذ 25 جول إلى يوم الناس هذا وعندما تم القبض على نوردين البحيري وبدأت الملفات الحارقة تخرج إلى العلن وستخرج معناها الكثير والكثير جاءت هذه الدعوة إلى السيدة نجلة بودن لتزور قطر أنا نقول كلمة واحدة ربط بسهم بي احنا حكينا على مقال الشارع المغاربي حكينا على مقالات تقريبا منذ 2013 مش نشرش شوية زادة بالوقت حكينا على يوسف مصطفى ندا وعلي غالب همات يوسف ندا كان أكد في تصريح على قناة الجزيرة أنه رئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة هو اللي أعطاه جواز السفر والجنسية التونسية سنة 1965 نسموهما بعضنا بورقيبة بورقيبة دك جواز تونسي وجنسية وانت الان معك الجنسية التونسية ايه وانت بقيت علاقتك ببورقيبة بعد كده اي نعم بقي لك بي علاقة اي نعم قل لي باختصار وحتى حتى الايرانيين الله يجزيهم الخير يعني التصل بي لما حكم عليه الدوك جواز الايرانيين لا لا وانا ما كنتش عايز باكن معك ثلاث جواز وبعدين اعمل بي ايه ايه انا بضع انا التونسي كان له ميزا لانه التونسي كانش يحتاج لفيزا في اي مكان في الدنيا كل دول العالم كل دول العالم بدون فيزا حتى امريكا لما طلبت الفيزا انا طلبها شهر اعطى عليها عشر سنين هي كانت امريكا بس الوحيدة اللي محتاج الفيزا اما اوروبا كلها او اسيا او افريقيا منظمة المنظمة هناك وبعدين حصلت الاحداث في ارهاب ومارهاب والمطارات فالغى الجوازات القديمة وطلع جوازات بي لكن هذا ادى الى ان بينك وبين برقيبة قامت علاقة وجدت يعني زيارات وجدت وهو طبعا كان له وضع خاص وكان له اسلوب خاص في تعامله مع الاشياء هذا هي تصريح قديم لقناة الجزيرة خليفة كيف اشتبعت المسألة هذية وكيف اشتبعت التصريح هذية حتى رجعنا تاريخيا يعني المسألة ملف الحال رجع بنا في التاريخ لسنة 65 كمان لا رجع باعتبار انه رجل تحصل على الجواز ومعروف السياق العام اللي كانت الصراع البرقيبي الناصري حتى برقيبة نفسه اترض على اعدام سيد قد لانه كان هناك صراع تقريبا واضح في الرؤى في علاقة بالقضية الفلسطينية في علاقة بمستقبل الامة العربية في الرؤية لحركة التحر الوطني وغيرها وبالتالي جاءت في السياق ذاك يعني من الصراع البرقيبي الناصري لكن واضح انه جواز السفر سقط بفترة حكم المرحوم بن علي ثم يعود الموضوع الان لموضوع الجنسية اللي هو اكيد على علاقة وثيقة بتنظيم الاخوان المسلمين لانه في نهاية هو كيف تقول انت في الشوائية اممية هي رابطة دولية تجمع هذه الحركات تحكمها استراتيجية موحدة في علاقتها بالاقطار التي تنتمي اليها وفي علاقتها بفعلها في المنطقة ككل وهذا تقريبا عمليا الآن منذ سنوات تقريبا رابطة الكبرى جمعية علماء المسلمين ليرأسها القرضاوي يعني شيخ القرضاوي وكان عندها وجود كبير جدا على مستوى نشاطها السياسي سوى كان التأثير على سياسات الدول او التفاعل مع الحركات الموجودة كانت تونس طبعا بعد 2011 تقريبا الجماعة او التنظيم او الحركة السياسية المنتمية لهذه الجماعة عمليا ونظريا هي حركة النهضة موجودة في تونس وكان يفكر يعني تقريب كل جماعات الاخرون المسلمين في تلك المنطقة التي خذها نبوذجا في الحوكمة يعني حوكمة الاسلام السياسي ضمن سياق كامل ما عرف بالربيع العربي ما نستغربش عن المسألة انها تحدث كما قال كلوت في قبيلة تحدث عليها الاعلام كثيرا مسألة التسفير وانتقال كثير من المقاتلين لمناطق التوتر ترحى اسئلة عادية حتى من قبل الاعلاميين عاديين وصحفين ومتابعين حتى فراء العام كيف يتنقل هؤلاء من مطار إلى مطار ما هي الجوازات التي يحملوها قضية الرقابة على هذه الجوازات عودتهم هنا ولينا في فترة معينة تقريبا في كل بلد تقع فيها عملية رهبية في العام نتحدث عن تونسي ولكن ما نعرفش بالتدقيق هل هو تونسي أم حامل لجواز سفر تونسي يعني أنا أعتقد أنه دخلنا مرحلة ما قبل الندو الصحفية أو النقطة الاعلامية لسيد وزير الداخلية وما بعدها يعني ما قبلها يمكن كانت ثم تلغط كبير من قبل كثير من المحامين أو من حركة النهضة وأنصارها اللي دفعوا إلى تحويلها قضية حقوقية وإنسانية وفي علاقة بالإيقاف وبطبيعة الإيقاف بعد النقطة الإعلامية أي أن ما كانت المآخذ على طبيعة التدخل سيد وزير الداخلية ولكن أعتقد أنه ما كانت ممكن يقول أكثر مما قال لأن المسألة حساسة وهي مسألة أمن دولة المعطيات إذا كانت تصبح متاحة للجميع على مستوى البلاتوات والإذاعات ومواقع التواصل الافتراضي يقع فيها جدل كبير وربما ثمت أطراف تفكر في أليات للهروب أو الخروج أو إيجاد المبررات والمخارج لهذه الأزمة أنا أعتقد فيها جزء من التكتم لأنها مسألة مسألة أمن دول لكن الفرض الوضع أنه تكلم موزير الداخلية الآن أمامنا شبهات شوف تشعب الموضوع يجب أن ينظر فيه القضاء عاجب بشنجيك لوتفي تحكي الموضوع هذا خل الحديث يمشي نحو ملفات التسفير نحو ملفات التمويلات الأجنبية نحو ملفات التنظيمات الإرهابية نحو الاختيالات السياسية الجهاز السري لحركة النهضة طرحت كل هذه المواضيع من جديد بعد الندوة صحفية البارح وهذا ما طالب من الشعب التونسي تقريبا على امتداد سنوات ستفعوا ضريبة الدم من شهدائنا بالعيد البرامي نقض وخاصة شهدائي المؤسسة العسكرية والأمنية لكن الثمن الأغلى الذي دفعناه في عطف على ما كان يقول فيه توا يوسف ندا وقت اللي قال رأوا جواز السفر التونسي كان يدخل للعالم أجمع بدون تأشيرة وقتاش ولا الباسبور التونسي معناها معرة وشبهة منذ أنه بتولينا بفكر والسردية الإخوان المسلمين اللي دخلونا الإرهاب وحولوا شبابنا إلى معناها أحزم ناسفة في الشوارع وفي الساحات سواء في المشرق أو في أوروبا أو حتى في أمريكا من لحظتها صار هذا الجواز اليوم وللأسف شبهة في كل المطارات وفي كل الموانئ فقدت أحب نوضح نقطة تاريخية لأنه قل قايل شنو علاقة بورجيبة بيوسف نادا بش يعطيه الباسبور بورجيبة وقت اللي هاجر للمصر في الأربعينات سكن في حي الحلمية وهو الحي منتع الإخوان المسلمين وقتها اتعرف على قيادات في الإخوان المسلمين وعلى حسن البنة لأنه وقتها كان ثم ما يسمى بمكتب المغرب العربي ومعناها كان بورجيبة هي أم المسجد الذي يلقي فيه حسن البنة الخطب بن تاعه لأنه كان يعرف ويسمع الإخوان المسلمين فأراد أن يكتشف هذه الجماعة عن قرب ونعطيك حاد فصارت وقتها لما تم اتهام من قبل الأخوات المسلمات لحكم زين عبدين اللي هو صهر حسن البنة وكان متزوج من ابنة حسن البنة اتهم من قبل الأخوات بالتحرش الجنسي فما كان من حسن البنة وبدأ بدل أن ينتصر لبنتها لبنته ضد زوجها ووقف مع صهر حكم عبدين ذي بشكون ذكركم ذكركم حدثت الشيراتون ولا دونك راو التاريخ يعيد نفسه بنفس التاريخ تقريبا لكن في شكل هزلي بعد بورجيبة كيصار الاستقلال بتاع تونس لأنه الاخوان وقتها عاونوه لأنه الجامعة العربية ما وقفتش مع بورجيبة وانصرفت إلى القضية الفلسطينية في 48 وغيرها جاء واحدة وستين بورجيبة استدعى التوفيق الشيوي واحد من كبار القيادات تعال اخوان المسلمين استدعاه وقعدوا بحذه في الطاولة في القيروان وقت يلقى خطابه الشهير واللي يقول الوقت هندعى فيه التواسع باش يفطروا رمضان بعد في آخر السبعينيات جاء توفيق الشيوي باش يطلب العفو للاخوان تعتونس وقت اللي تم ادخالهم السجن هذه تقريبا العلاقة لأنه بورجيبة بكعترف بالجميل الاخوان وقت اللي هو موجود في مصر ووقفوا معاه وعاونوه لكن أنه بعد تصفيت حسابات معه جمال عبد الناصر وغيره هذه معناها في اعتقاد مسألة ثانوية جدا فبورجيبة من المنطلقة ذاك لأنه الاخوان وقتها مزالوا ما خرجوش ومارسوش العنف صحيح عملوا عمليات عنف وتفجيرات في مصر واغتالوا النقراشي باشا الوزير الأول في ذلك الوقت وفجروا عديد القاعات بتاع السينما وغيره لكن بورجيبة بقى يعترف بالجميل أنه محماوة ومعناها أعاونوه في التعريف بالقضية التونسي رجعنا برشا بالتاريخ لإذال توضيح العلاقة اللي ربما تبدأ غام إذا كان شوفوا صورة من فوق فهر بورجيبة ومعه حسن البنة ومعه غلاب ومعه يدور رشيد إدريس ومجموع من قيادات التونسي اللي كانت مقتمتواجدة في مصر نجي عندك متعلق ثم نمر الهيئة الإدارية لطفي رهو مسألة التمويلات الضخمة جدا لتنظيم الإخوان المسلمين وبقية التنظيمات الإسلامية وخاصة تنظيمات المتطرفة تنظيمات الإرهابية شبكة مترمية الأطراف في تقريبا جل بلدان العالم الأسماء اللي يذكرها لطفي مش زيد عليها القائم بعمال المرشد الإخوان في مصر إبراهيم مونير أيضا العراقي أنس التكريتي هذه الأسماء رأي أسماء تمتلك ثروات طائلة ثروات ضخمة وجزء مهم من هذه الثروات ومن المصالح الاقتصادية والتجارية تذهب إلى تمويل التنظيم الإخوان وتمويل فروعه في الدول اللي موجود فيها التنظيم علاقة تراجلها نوشي بيوصف نداء ما يشي جديد علاقة قديمة ثم سورة من عش كاني وريوهان وداير يعني أي شخص يمكن يدخل موقع التنظيم الإخوان المسلمين ثم عدة مقالات وصور للقاءات أجراءها عرش موضوع ويديد كبار الموضوع لأجراء ومنهم يوسف نداء بهالمجموعة هذه نعطيك على سبيل مثل صحيفة اليوم السابع عام 2017 نشر تحقيق دقيق أدعو إلى قراءته حول التمويل التمويلات التي تذهب إلى تنظيم الإخوان والدور الذي قام به هراشد الغنوشي فيما يسمى ونحن المصطلح معناها عرفناها حديثا بالديبلوماسية الموازية لها هراشد الغنوشي التي كانت ديبلوماسية الوسطات والمصالحة في جانب منها بين قيادات تنظيم الإخوان المحظورين المطاردين والملاحقين قضائيا والدولة المصرية والسلطات في مصر لا نقرأ على سبيل المثال بعض النبذات في الصحيفة تقول أن خطوة تواصل يوسف ندام مع راشد الغنوشي جاءت بطلب من مكتب إخوان لندن الذي يتزعمه إبراهيم مونير وهذا أحد قيادات التنظيم وواحد من كبار مموليه أمين التنظيم الدولي الإخوان بضرورة استغلال علاقة القرابة بين يوسف نداء وراشد الغنوشي لطلب قيام الغنوشي بهذا الدور لما له من تحركات قوية داخل منطقة وتتحدث وتعطي معطيات وحتى بالتواريخ الصحيفة على المبادرات الوساطة التي قام بها راشد الغنوشي لدى السلطات السعودية لمحاولة الاعتراف بتنظيم الإخوان والتقريب والمصالحة بين التنظيم والسلطات المصرية وتقول الصحيفة أنه وهذه شهادة قدمها واحد من القيادات السابقة لجماعة الإخوان يقول أن الإخوان المصري يتواصلون مع إخوان تونس لبدأ حملات تحريض ضد الدولة المصرية بعد فشل المصعيين من المصالحة مع الحكومة المصرية المقال هذا الوقاية عام تاعه عام 2017 كل هذا مر أمام أعيننا وكل هذا كتب فيه ونشر وموجود والحاج جوجل ينجم معناها يقدم مئات النتاج إلا أنه يعني مجاش الوقت ما كانتش فهم الجرأة هو اللي كان ينقص الحلقة المفقودة هو 25 جويل هو الحقيق نستناه حتى يجي 25 جويل وتتوفر الشجاعة والجرأة لفتح هذا رو ما وش الملف الكل هذا رو هذا بداية الخيط بداية الخيط وقلنا له نهار 26 نهار 26 جويل فتغت يا الخاصة توجهنا الرئيس الدولة قلنا له 25 جويل مش تكون معركة كبيرة مع التنظيم الدولي لإخوان المسلمين لأنه تونس هي آخر وأهم معقل لهم وبالتالي استعد لمعركة كبرى ستخاذ خاصة خارج الحدود سواء على مستوى اللوبيات أو على مستوى الإعلام واليوم جدوا يتأكدوا ثمان سوف يفهموا علاش مثلاً كل ما الدستوري الحر يقرر اعتصاب أمام فرع الإخوان المسلمين في تونس تقوم لقيامة وتتجند كل قيادات النهضة بما في ذلك المستقيلة والغاظبة من راشد الغنوشي كلها تتوحد لحماية فرع القارضاوي هذا التنظيم الذي كفر قيس سعيد واعتبر 25 جولية انقلاب ثم في المدة الأخيرة يراسل قيس سعيد ويطلب منه حماية فرعي الإخوان في تونس خير الدين باشا وسفاقس خليفة حكينا على ما قبل الندوة الصحفية هذه وما بعد شنون ينتظروا ما بعد لا أنا الحقيقة نشوف بهتة في مستوى الأحزاب السياسية أو قوة السياسية لأنه تقريبا ما زرتش مواقف واضحة من محتوية الندوة الصحفية باش تفسر هذا لأنه بالفعل ثمت ورطة حقيقية على خاطر كل عملية توجيه ما يجري في تونس بعد 25 جولية اتخذ منحة آخر بين فكرة مصالحة الدولة مع نفسها ومع شعبها وبين مسألة تفرد بالسلطة الصراع وقع هنا واضح حركة نهضة تقريبا كانت الفاعل الرئيسي ضمن النسبة الكبيرة من المشهد السياسي اللي تصدى ورفضت 25 جولة اللي الآن هو في موقع الإحراج لأنه قبل النقطة الإعلامية كما قلت لك عاملت معناها اتصالية حركة النهضة وقدرتها المتسارع على تحويل وجهة الموضوع من شبهة في علاقة بملفات تتعلق بأمن الدولة إلى قضية حقوقية عاملت بعض الأطراف لاستغلالها لإدانة الرئيس ووزير الداخلية وغيرها بعد النقطة الإعلامية هناك إقرار ضمني هذا الصمت بأنه ثمت مشكل وأنه مسئلة الإيقاف التحفظي لإقامة جابريل لتوقعها وزير الداخلية مسألة شرعية وفق القانون وعملين هي شرعية باعتبارها إيقاف إجراء تحفظي في انتظار ما ستقرها العدالة في قادم الأيام في علاقة بالملف ولكن ثمت شبه بهتة كلها كان المفروض أن تصدر مواقف الآن من الموضوع سواء كان تعتبرها فعلا هذا الإقامة الجابرية هي شرعية وضرورية ولأنه هو اختيار ونمشي فيه قدركم اختيار غير شرعي هذا يذكرنا بنفس البهتة اللي صارت بعد 25 جوليليا وتسأل أين هي الأحزاب وأين هي تصريحاتها وأين هي مواقفها الرسمية وبياناتها هي في نفس حالة الظهول والارتباك والتلعثم السياسي لأنها اليوم في موقف محرش جدا هي لا تريد أن تعلن عن استفافها مع حركة النهضة لأنه لحركة النهضة اليوم أصبحت جسم سياسي منبوذ والاقتراب منه هو بمثابة المعارة لكنها في نفس الوقت تجد نفسها منبوذة من رئيس الدولة وبالتالي هي في موقع يعني ما بين بين هي تجلس على كرسيين وهي في منتهى الحرج وبالتالي كانت تجد في عملية إيقاف نوردين البحيري فرصة لاستعراض مشاغلها وأهواءها ومبدأها الحقوقية لكن بعد الندوة الصحفية أصابها الخرس ولم نستمع إلى حد الآن إلى أي بيان من بيانات هذه الحزب أن هي كل المسألة متعلقة بقضايا سيادية من الجنسية إلى التسفير إلى الاغتيالات هذه فعلا يا ملاك لحظة فرز حقيقية ومن أراد أن يواصل الاستفاف مع عركة النهضة فكمن حكم على نفسه بالأعدام السياسي وإلا معناها هي فرصة لإنقاذ البلاد رجاء لا نهضرها وإمكانية التدارك بالنسبة لأيدي الحزاب أعتقد أنها ما زالت موجودة ليس بالاستفاف وراء قائل سعيد لا بل الاستفاف وراء مصلحة تونس وراء كشف الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة يلا بش نرجع ونحكي وعلى تصريحات ومخرجات الهيئة الإدارية الوطنية الاتحاد العامة تونسي للشغل بعد الفصل اشتركوا في القناة